ثم صوتي طبعا لصوت سيادتك في اللي حررتك بقلته وفي نفس الوقت برضو يمكن مصادفة هن يمكن أنا البيت ده أنا زرته وبيوت أخرى كثيرة في الجولات البيدانية والتقيت مع الأهالي أو أهل هناك في العزبة أو القرية وتكلمت في هذا الموضوع لأن أيا كانت الجهود التي تفزل من الدولة وإحنا هنستمر على هذا النمو السكاني الرهيب اللي بيأكل كل حاجة فيعني لازم 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 يبقى فيه وقفة من أهلنا ولازم يبقى فيه توعية لكافة الجهات والمعنية في الدولة ويعني الوقف هذا النمو السكاني ويمكن فخامة رئيس الجمهورية أشار في لقاءات كثيرة وخطابات كثيرة لهذا الكسافة السكانية اللي بتاكل كل شيء بس خليني في الأول أستاذ نساتك أضم صوتي لصوت هالينا في التاريخ المصور جزيل الشكر والتأدير والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية لمبادرته الرئاسية الكريمة حياة كريمة وتطوير الريف المصري المبادرة الوطنية التي أدخلت السعادة والبهجة على قلوب أهلنا في كل محافظات مصر ومنها محافظة أسيود زي ما يمكن سيادتك ما أشرت كده المبادرة يمكن متعددة الأهداف والأغراض نعم بتحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهلنا في الريف المصري بتحقق التنمية المستدامة في كافة البجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية مجالات كثيرة جدا 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 المبادرة حقيقة بتحققها بإذن الله الصورة اللي حضرتك عرضتها هي صورة من أرض الواقع مشاريع كثيرة ومتعددة ومتروعة بيتم إنشاءها في كل محافظات مصر ولو اتكلمت على محافظة السيوط احنا يمكن المبادرة يعني استفدنا بيها كثيرا 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 يمكن احنا اشتغلنا في المبادرة في خامة رئيس الجمهورية في المرحلة الأولى 2019-2020 واحنا استهدفنا فيها 60 قرية بعض المشاريع بعض المشاريع في 60 قرية ودي حققت مجالات كثيرة في النواحي اللي أنا أشرت ليها نعم ثم جاءت المرحلة الثانية وهي في 20-21 ودي مجار حتى الآن ما زال حتى الآن تنفيذها ودي استهدفت 90 قرية على فكرة الـ 60 والـ 90 في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هي كانت بتستهدف الـ 11 مركز كلهم في محافظة السيوط يعني السيوط كلها هي محافظة 11 مركز وحيين الحيين ظلم لهم العاصمة فإذا بالتالي 11 مركز استفادت من المبادرة الرئاسية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية ببعض المشاريع في اللي بتخدم على البنية التحتية وتحسين الأحوال المعاشية لأهلين في الكرة والريف ثم مبادرة سيادته التي قام بإطلاقها منذ أسابيع قليلة والعالم كله شهد هذه الانطراقة لمشروع القرن وهو تطوير الريف المصري والتجمعات الريفية وكان يمكن نصيب أسيوط من هذا الموضوع هم سبع مراكز سبع مراكز من 11 في المرحلة الأولى وبإذن الله تعالى الأربعة الثانيين هيخشوا المرحلة الثانية سيد الفاضل المبادرة الرئاسية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية يعني هي تهدف إلى تحسين البنية التحتية تهدف إلى تقديم الخدمات بكل سهولة للمواطنين تنفيذ تدخلات اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية وكل المجالات للارتقاء بالأحوال المعاشية والارتقاء بالظروف المعاشية لأهلين بالمراطئ المستهدفة السبع مراكز دولم بيضم 149 قرية 149 قرية بجانب التوابع الخاصة بهم ويتتجاوز من 600 وشوية 600 وشوية تقريبا 690 حاجة فإذا بالتالي المبادرة إذا ما قلت لسيادتك هي مش بنيا تحتها فقط لا غير لا هي مجمعات خدمية مجمعات زراعية مجمعات سكنية بنية تحتية صرف صح ومية مدارس بناء مدارس تشديد مدارس الحاجات كتيرة جدا مراكز شباب عشان تستخدم في المجالات المختلفة الوحدات الصحية وبعدها حتى أرقام يعني